اشتركوا في القناة ده البخاري مش انا اللي باقترحه اولا انا بخسره اتارت حاجة واجتمع على رسول الله نساءه في الهيرة لما عملوا اضراب وهو راح قعد في المسجد فقلت لهن عسى ربه ان طلق كنا ان يبدله ازواجا خيرا من كنا فنزلت كذلك الاية الله السيوتي قال ايه كمان قال اخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر قال وافقت ربي في سلاس في الحجاب وفي مقام ابراهيم وفي اسرى بدر نعم ودي اسرى بدر دي بقت اربعة لان فات قبل كده تلاتة واخرج ابن ابي حاتم ده برضو السيوتي اخرج ابن ابي حاتم عن انس قال قال عمر وافقت ربي او شوف او وافقني ربي دي كتير وافقني ربي نعم في اربعة ودى الاربعة لما نزلت اية ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين عمر بيقول قلت انا فتبارك الله احسن الخالقين فنزلت الاية فتبارك الله احسن الخالقين رغم ان الاية دي غلط من وجهة نظري ازاي احسن الخالقين يعني في خالقين والله احسن منهم كله مصيبة انهاو برضو السيوتي بيقول او محمد بيقول عمر بيقول واخرج عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى ان يهوديا لقي عمر ابن الخطاب فقال ان جبريل الذي يذكره صاحبكم هو عدو لنا فقال له عمر من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكايل فان الله عدو للكاثرين ده عمر قالها للرجل لليهودي حصل ابقى فنزلت على لسان عمر لا انا عايز افهم علامة استفهم كبيرة اوي نتيجة لكلامنا الوحي يوافق عمر يا ريت يوافق عمر يا عزيز الفاضل ده بقولك نزل على لسان عمر مش على لسان النبي شيء غريب واخرج سنيد في تفسيره عن سعيد ابن جبير ان سعيد ابن معاز لما سمع ماقيل في قصة الافك بتاعت عائشة عرفها طبعا لما اتهمت عائشة مع صفوان أنا ما بعرف يا لما كانوا في غزوة بن المصطلق او المريسع فهما لما رجعوا فتأخرت هي واتأخر صفوان وفين الصبح جابها صفوان على جمل وجه فاربعة من صحابة الرسول قالوا ان ايه او ثلاثة قالوا انه كان في حاجات مش كويسة بين الاتنين يخلوا الركب يمشي ويتأخرهم فسألها قالت لها أنا قالت لك كنت بقد حاجة وانفرط العقد فقعدت ادور على العقد ورجيت لقيت الركب ماشي طب وصفوان قال انا كنت برضو مقضي حاجة حاجة يعني يقضي حاجته يعني فرجعت ما لقيتش حد فكانت مشكلة بتاعت الافك دي الكذب يعني فعمر لما سمع كلام ده قال ايه لما سمع ما قيل في قمر عائشة قال سبحانك هذا بهتان عظيم فنزلت آية سبحانك كم مرة وافق الوحي عمر هو بحسب المكتوب هنا سبعة سبعة مرة مقام ابراهيم اتنين الحجاب تلاتة تهديد بتطليق زوجاته اربعة اسر بدر خمسة عبارة تبارك الله احسن الخالقين ستة من كان عدو لله وملائكته سبعة في تبرئة عائشة من تهمة صفوان بن المعطل سبحانك هذا بهتان عظيم فهذه سبع مرات وافق الوحي فيها عمر هم كانوا تسعة بقى بس انت نعم تسعة تسعة مرات اساسا اه ما هي الثامن اتمنى في تحريم الخمر اه يعني حرمت الخمر نعم بسبب عمر لان الخمر الاول كانت متاحة نعم لدرجة ان محمد كان بينبذ ويشرب الخمر حتى في المسجد وكانت بتوده له عشق هذا الكلام موجود في الاحاديث الصحيحة وتوضأ بالخمر عمر مش عاجبه الحال فرح للرسول قال له ايه والكلام ده موجود في اسباب نزول القرآن للواحدي صفحة 74 نعم عن ابن اسحاق عن ابي اسحاق عن عمر ابن الخطاب قال اللهم ابين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الاية بتاعت البقرة يسألونك عن الخمر والميسر الاخر خلاص ادي اول مرحلة نعم مرحلة التانية عمر لما قرأت عليه يعني محمد دع عمر وارى عليه الاية فاتبسط لكن قال ايه تاني اللهم ابين لنا من الخمر بيانا شافيا مش عاجبه اللي فات فنزلت اية جديدة في سورة النساء يا ايها الذين امانوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارة فدعى عمر تاني محمد دع عمر كلام ده بيقوله الوحدي الوحدي الواحدي الواحدي فقرأت عليه فقال اللهم بيين لنا الخمر بيانا شافيا برضو لسه مش عاجبه فنزلت اية اخرى انما الخمر والميسر فدعى عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل انتم منتهون قال عمر انتهينا يبقى عمر اوحى بالخمر تلات مرات نعم نعم بقيت المرة التاسعة التاسعة بس انا عايزة تساءل ان هو الا وحي يوحى لمحمد طب ازاي ده عمر تيجعل الالسان ويوحين مشاكل التاسعة بقى كان المخصوص اية الاستئذان ودي لها قصة يحكيها اسباب النزول برضو للواحدي اقلت ذكرت اية الاستئذان استئذان ودي لها قصة نعم بيحكيها الواحدي في كتاب اسباب نزول القرآن صفحة 119 نعم بيقول ليه خال ابن عباس وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما من الانصار يقال له مدلج نعم ابن عمر الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه فدخل على عمر فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك يعني زي ما تقول كان عريان الدنيا حر فقال عمر يا رسول الله وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستئذان يعني لازم ما حدش يخش بيت حد إلا لما يستأذن منه يقول لك فأنزل الله تعالى هذه الآية بتاعة الاستئذان يعني عمر تسع مرات يوحي بآيات وتأتيأة الوحي على لسانه بيعمل عالم استفام كبير هو هو من صاحب الوحي نعم وإزاي وحي ييجي على لسان بني آدم إذا كان ده وحي من الله طب وهالكلمات عمر دي كانت موجودة في اللوح المحفوظ منذ الأزل تساؤلات لا شك إنها خطيرة للغاية ذكرت ما أوعز به عمر الخطاب الوحي وقلت في البداية أن هناك بعض الصحابة أيضا أوعزوا بآيات أخرى فهل يمكن أن نعرف شيئا عن هذه الآيات آه بالتأكيد فضل دي حاجة كبيرة أوي بقى أوي في كتاب المغازل الواقدي جزء الثاني صفحة 434 أن أبا أيوب الأنصاري هو صاحب فكرة تشوف الكلام هو صاحب فكرة أن ما قيل عن عائشة واتهمها بالخيانة مع صفوان بن المعطل هو كذب وإذك فكانت الآية في سورة النور آية 12 قالوا هذا إذك مبين ويقول لك هذه فكرة مين صاحب الفكرة أبو أيوب الأنصاري هذه واحد قير عمر تاني وذكر أيضا السيوط في كتاب الإتقان في علوم القرآن صفحة 38 عن سعيد بن المسيب قال كان رجلان من أصحاب النبي إذا سمع شيئا من ذلك عن الإفك بتاع حدسة عيشة يعني قال سبحانك هذا بهتان عظيم اللي هما الاتنين مين زيد بن حارثة وآبو أيوب نفسه بتاع الفكرة الأولى نزلت الآية بتاعة النور إن سبحانك هذا بهتان عظيم وأصحاب الفكرة مين زيد بن حارثة وأبو أيوب زيد بن حارثة ده جوز زينب اللي أخذها النبي تلات وذكر السيوط أيضا أنه أخرج أبي حاتم عن عكرمة قال لما أبطأ على النساء الخير في أحد غزة أحد خرجنا يستخبرنا يعني طلعوا يحرب ومرجعوش لأنها كانت هزيمة فالنسوان طلعوا فإذا رجلان مقبلان على بعير فقالت امرأة ماذا حدث لرسول الله قالوا حي قال حي فقالت فلا أبالي يتخذ الله من عباده الشهداء فنزل قولها آية الآية بتقولوا يتخذ منكم شهداء علامة استفهام خطيرة نعم أربعة وقال ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى نعم أخبرنا الواقدي حدثني ابراهيم ابن محمد ابن شرحبيل عن أبيه قال حمل مصعب ابن عمير اللواء ده واحد من في الجيش يعني في يوم أحد يوم أحد فقطعت يده اليمنى فأخذ اللواء بيده اليسرى وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم لأنهم كلهم هربوا ونحارك فالرجل قال كده ثم قتعت يده اليسرى فحنى على اللواء وضمه بعضبي إلى صدري وهو يقول وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل إلى أخر ثم قتل فسقط اللواء يعني الرأي يعني العلم قال محمد ابن شرحبيل وما نزلت هذه الآية وما محمد إلا رسول الله يوم إذن حتى نزلت بعد ذلك يعني ده بيوحي وده بيوحي وده بيوحي حاجات غريبة وعلمات استفاء وعجيبة وحي الله لمحمد ولا وحي البشر لمحمد أنا مش عارف أنا بتسائل تساؤلات أمور عجيبة تحتاج إلى إجابات أيضا هذه أمور عجيبة فعلا فهل لديك من أمثلة أخرى هناك بقى ناس من اللي أوحي عليهم أو سبب اللي هم اللي وحوا أوحوا هناك الكثير ولكن هكتفي بتلاتة فقط تلاتة أمثلة نعم تاني غير دول لمن أوحوا لمحمد بآيات القرآنية كتاب أسباب نزول القرآن للواحدي صفحة 342 قال أن زيد ابن الأسود ابن حرام الأنصاري وكنياته أبو طلحة هو صاحب فكرة هو صاحب فكرة عدم الدخول إلى بيوت النبي فكانت الآية في صورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي هذه طلحة وبمثلة ابن كثير في التفسير بتاعه قال سعيد ابن منصور حدثنا سنفيان عن سلمة رجل من آل أم سلمة قالت أم سلمة أم سلمة قالت يا رسول الله لم نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء الله لم يذكر النساء في الهجرة بشيء دم مسلمة يقول لك فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أنا لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنس إلى آخر الآي الشيخ خليل عبد الكريم قال إيه على الأمثلة دي في النص المؤسس الجزء الأول صفحة 243 قال تلك أمثلة على بزوغ آيات من القرآن إما موافقة لجمل جمل تكلم بها أحدهم أو اقتراحات طرحوها أو توقعوها قد تجيء مرة باللفز ومرة بالمعنى دول مثلين تالت مثل بقى صعب أو خطير تالت مثل صعب أو خطير عارفوا لا تحب نقوله لك فضل تربط الحزام والمشاهدين يربطوا الأحزمة أمر حيصدد أن الشيطان أوحى بآيات قرآنية أعوذ بالله تساؤل كبير تبتقول لي إزاي الإمام النسفي قال في تفسير جزء ثلاثة صفحة 161 إنه عليه السلام كان في نادي قومه يعني في مجلس قومه يقرأ سورة النجم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا اللي هو محمد فلما برغ قوله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى جرى على لسانه تلك الغراني قلعلا إن شفاعتهن لترتجا قيل فنبهه جبريل فأخبرهم أن ذاك كان من الشيطان ينهر أبيض مش شيطان كتير قوي شو أخد بالك وليه طبعا حتقول لي إن الكلام ده يمكن يكون النسفي مغرض وده شهادة واحدة وهو الأخره يعني كلام صعب القبول جدا صعب القبول لكن تتصور إن ده ذكره الوحيد في كتابه أسباب النزول وذكره أيضا الجلالان في موقع الأزهر تخش على موقع الأزهر دروت الغريب بعد الأزهر ما خد سلطان إن هو يشيل ويعمل شالوا هذا الشرح من الجلالين يعني كان موجود في موقع الأزهر وكتبين عليه دلوقتي لا يوجد لها تفسير تصور شكرا لقد أدركنا الوقت نكتفي بهذا القدر ونلتقي بكم في المرة القادمة أعزائي المشاهدين هذه المعلومات صعب علي أنا حتى أن أتقبلها غريبة الشكل ومؤلمة أيضا لكن نختم بالنمجنا في كلمة أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق يعينهم الرب وينجيهم ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا به نحتمي بالله وشكرا وإلى اللقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر